من جانبه انتقد عضو مجلس محافظة ديالا ساجد العنبكيد عدم حضور المحافظ ثنى التميمي لجلسة استجواب حول ملفات الفساد والخروقات الأمنية في المحافظة وامتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليها هناك جلسات لمجلس المحافظة وذلك للظروف والخروقات التي تمت من المحافظة وعلى لدارة التي قام بها السيد المحافظ ارتأى مجلس المحافظة وهو مجلس تشريعي ورقابي وبالمواجب القانوني دستوري باستجواب المحافظ من أجل الوقوف على الحقائق وعلى الأوضاع التي تمت في المحافظة وتم تحديد الجلسة الأولى وتانية فسيد المحافظ لم يحضر إلى مجلس المحافظة وهناك أسئلة موجودة موجهة في كتاب رسمي إلى مبنى ديوان المحافظة ولم تردنا الأجوبة لحد الآن وقام مجلس المحافظة بتوجيه اندار وجلسة أخيرة من أجل حسب موضوع السيد المحافظة